السلام عليكم مرحباكم أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات في هذا الفيديو جديد اللي كانت منها من خلال وأنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله كاملين بخير وعلى خير فما ننسوش كيف ولفنا وكيف العادة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمدين وعلى أهلي وصحبي أجماعين فأول حاجة نبغي نبدأ بها هي نشكركم بزاف على حسن المتابعة دي لكم وعلى التشجيعات والتعليقات اللي كتخليوا لنا وكم بغي نشكر بزاف دي الناس اللي كيشاركوون التجارب دي لهم وصيرتوا الناس اللي في خقما كيدخلوا شي حد كيسأل على شي حاجة فكيدخلوا كيجاوبوه وكيشاركووا التجاربات دي لهم فبهد الباديرة هادي هكا احنا كاملين كنت نسافضوا وشكرا لكم كابلين بالنسبة للعروض اللي غدي نشارك معاكم اليوم فغدي يكون واحد العروض اللي هي وطانية غدي تكون بطداء من غداء دي لتنين او لا عفوا غداء دي لتلاتة النهار 13 دجمبر فهذا العروض غدي تكون جميع محلاش بيم المغرب فالعروض خاصة بالناس اللي هم عشاق قدي الفرماج نبدو على بركة الله ونشوفوه اشنو كي معنا فكي معنا فكي معنا فخوماج باطمول بسبب هذه الللى حدي واحد بتقريب بقرا بماثين جرام بطاقت الهاده 8 رياله يجيب 40 درهم وهي 800 رياله وكان معنا حتى بخيزيدون وفروماج دياله بالنسبة لهذا فروماج إكسترا فوندون بالنسبة لهذا العلبة فيها شي ميتين كرام ديال جبناء اللي هي دائبة وبنسبة لتامن دياله رجاش بشي 42 درهم اللي هي 850 رياله فلا لامارك ديال ديال بخيزيدون اللي هي ماركة دجا معروفة كان معنا أيضا حتى جبناء أو سان بولا تيجيب هالشكل هذا بحل الشكل دياله متلات بالنسبة لتامن ديال ديال هاد السان بولا فكي يجيب شي 39 درهم اللي هي 800 درهم او 780 ريال وبنسبة لهذه رفع ميتين كرام يعني جاية رابعة من بعد أيضا كان معنا حتى فخوماج غاكلت فهذا فخوماج غاكلت من الاسم ديالورا معروف فهذا هو الفرماج سبيسيال بالنسبة لها فكين ناس يستعملوا فرماج صندويج فيها ولكن الفرماج خاص به هذا فهذا الصندويج فيها 400 جرام والتامن ديالو يجيب 60 و 70 درهم اللي هي 15 120 400 جرام يعني جاية نسكيلو من بعد هنا احتي جوبنا ديال بلنسبة لها 125 غرام كالجيتي على شكل المطلج كوردوليون تمان ديال هادي تجيب واحد تمان ديال 20 درهم اللي هي 400 غرية من بعد ايضا كين معنا حتى فخوماج بلو جوبنا زرقاء بالنسبة لها الجوبنا الزرقاء ففيها تقربة واحد مية جرام بالنسبة لها العلبة هادي بالنسبة لها تجيب 17 درهم اللي هي 340 غرية وكين معنا ايضا حتى فخوماج فايتا ولا جوبنا ديال فايتا فهادي ديال أورو بلون وبنسبة لها الثامن ديال هادي بشي 35 درهم اللي هي 700 غرية وهذا العلبة هادي فيها 150 غرام يعني رابعة صغيرة من بعد ايضا كين معنا حتى بشي ديال فخوماج دو شيف او لا فخوماج ديال ماعز فبنسبة لها العلبة هادي فيها تقربة شي 150 غرام تهي فيها رابعة صغيرة كتجيب هاد شكل هادا والتامن ديال ها جيب 20 درهم اللي هي 400 غرية من بعد كين معنا ايضا حتى قشدة هادي ديال ديال ماسكاربون ديال ميلكي فود منسبة لهاد الماسكاربون فيها 250 غرام اللي هي رابعة والتامن ديال ها تجيب خمسة وعشرين درهم خمسة وعشرين درهم يعني 500 غرية فمشيوا ايضا نشوفوا باقي العروض فاكين معنا حتى واحد القشدة اللي غنشوفوها دابا بالنسبة لهاد القشدة هادي ديال ديال كريميو او كريم شانتيه بالنسبة لهاد الكريم شانتيه فكتجيب هاد السبراي يعني ديال بخاخ والتامن ديال هادي كتجيب 20 درهم يعني 400 ريال وفيما يخص شحل فيها فهدي فيها 250 غرام يعني فيها رابعة ايضا كين معنا حتى واحد الفروماج اللي هو بالتومة وبالاعشاب فهد الفروماج هاد اولى هاد العلبة فيها 150 غرام رابعة صغيرة ديال طاخ طاخ بالنسبة لالتامن ديال هادي كتجيب 34 درهم اللي هي 680 ريال من بعد ايضا كين معنا حتى جبنة خفيفة اولى فخوماج طاختين اللي يجي بالنسبة لها هادي فيها 150 غرام والتامن ديال ها جاش بستوي 20 درهم اللي هي 520 ريال فهادي فيها 150 غرام كيف قلنا اللي هي رابعة صغيرة ومن بعد ايضا كين معنا حتى الفرماج اللي هو محقوك اولا جبن مبشور في خماج غابي فبالنسبة لكين اللي هو هادا ديال شيدار وكين تاني ديال ايمونطال وكين ايضا حتى ديال ايدام ايدام اللي هو هادا بنسبة لها ديال امارك ديال الراعي وفيما يخص هادو فكل علبه هادو فيها 150 غرام يعني فيها رابعة والتامن ديال كله وحده فيهم تجيب 16 درهم اللي هي 320 فكيف قلنا 150 غرام رابعة صغيرة ب320 ريال من بعد ايضا باقي معنا حتى واحد الزبدة تهيه ديال اورو بلون وبالنسبة لهاد العلب اللي هما صغار كيجيو مجموعين بحال كافة فهم ارهم 8 ديال العلب وكل واحده فيها 10 غرام فبالتامنية بهم كيجيو ب8 ديال 14 درهم اللي هي مئتين وثمانين ريال فكانوا هادو ما اهم العروض اللي غادي تكتشفوا ان شاء الله بتدائن من غداء في المحلة المغرب يعني اي محل قريب لكم ان شاء الله غادي تلقوا في هذا العروض بالنسبة كتوضيح فكين بعض الناس اللي ما زالت كيسئلوا على بعض العروض اللي كانت مؤخرا ملقاوهاش فالعروض اللي كانوا فيها تخفيضات كيف قلت لكم مره ماشي هي العروض اللي كتكون اه يعني هدي نقوله اوفيسيال يعني بالنسبة لأي حاجة لقيتوا فيها تخفيضات فكيكونوا بعد المحلات اللي هي كبيرة كيجيبوا فيها العروض وكين المحلات اللي هما صغار ديجا بقات عندهم ذيك العروض وبقى عندهم ستوك ديالها وتيحاولوا يدرو فيها تخفيضات باش هكا تيبيعوها فمع الاسف هما تيكتبوا بما العروض رهها وطنية ولكن ما كانش على العومة فبالنسبة العروض اللي ما فيها تخفيضات وكين تكون كصفحة اولى هدي كهير العروض اللي هي ديجا كتكون اوفيسيال واي محل دير بمشي تولي غدي تلقاوها بالنسبة لاخر مرة فما كانوش عروض تخفيضي دونك رأى اي حاجة كانت في الكاتالوج غدي تلقاوها ان شاء الله لا بالنسبة لها الجمعة اللي فات ولا بالنسبة لها الجمعة الجي ان شاء الله فتنتمنى هاد الفيديو هاد الشرح دي لما يكون اعجبكم فما تبخلوش عنا دائما تشتعاتوا التعليق وانتمنى ان شاء الله انتلقاكم غدا في فيديو جديد بعروض جديدة ان شاء الله كانوا واحد العروض تهيئة اللي غدي تكون مهمة ولقاكم باحسن صحة وعافية وتخليكم دائما في الموعد لتعرفوا الجديد اللي كان ان شاء الله فإلى داركم الحين شاء نقول لكم تبارك الله عليكم